على دلعونة وعلى دلعونة جينا لكم بدرس جديد يا حلوين في الدرسنا اليوم سوف نتحدث عن Background Blend Mode وضع مزج الخلفية بالاختصار سوف أعلمكم كيفية مزج صورة خلفية مع اللون الخلفية العنصر الذي تحدده من خلال الخاصية التالية عسب الوضع الذي ستقوم به التحديدها لكي نتمكن من استخدام الخاصية التالية فيجب علينا أن نقوم بالتحديد الآنصر الذين نرغب بالتزويده can't show بالتركة الخاصية وذلك العنصر يجب علينا نسلم عن صورة خلفية ترغب إنشاء صورة خلفية عبارة عن مزيج بينهم حسب وضعية التي ستقوم بالتحديد من خلال background حسب اللون والصورة خلفية التي ستقوم بتحديدها والوضع التي ستقوم بتحديدها سوف يكون بشكل تالي سوف يقوم بمنعة تكرار وسوف يقوم بتحديد الحجم الخلفية على سمسار ارتفاع مئة خمسين بيكس والعارض تلقائي لنقوم الآن بتشغيل وضع مطورين في المتصفح ونقوم بتحديد العنصر التي ستقوم بالتزويدها بترك خصائص في مثال الحالي العنصر body لنقوم بإضافة لها خاصية background blend mode مثل ما تشاهد google chrome يوفر علينا تجربة القيم الخاصية المحددة بكل سهولة لتشاهد نتيجة مباشرة كيف سوف يبدو الشكل الخلفية حسب القيمة التي ستقوم بتحديدها نرمال يكون القيمة افترادية القيمة عادية المون قم بتحديد بنفسك أي وضعية ارغبها على سبيل مثال ارغب بوضعية hard light مدوي كثير جدا سوف أقوم بتحديد اللون ليشاهد كيف سوف يبدو الصورة الخلفية حسب اللون الجزي قم بتحديدها المون قم بتحديد اللون والصورة الخلفية وقم بتحديد القيم background blend mode إلى ما تحصل على الشكل المناسب للصورة الخلفية الخاص بك أنت الحرف في الاختيار بعد ما تحصل على الشكل اللي زيناسبك يمكنك أن نسخ الخصائص وتقوم باستبدالية ما سمتجهد قمت بك كتابة لكم شرح باللغة العربية الأذف من القيمة التالية يمكنك إقاف الفيديو لقراتهم وصمت تقوم بتجربة بنفسك لتشاهد الفرق بينهم يمكنك استفادة من الخاصية التالية في حال كنت ترغب في يوم من الأيام بتغيير الشكل الخلفية يمكنك أن تقوم باستخدامها حسب طريقة لساقوم بتحديدها لنأخذ مثال الأخير في درسنا اليوم سوف أقوم باستخدام لون يشابه لون الصورة مثلا ما تشاهد إذا قمت بوضعنا soft light مثلا ما تشاهد سوف أقوم بشكل تالي قم بالتلاعب إلى ما تحصل على الشكل اللي زيناسبك أراكم في الدرس القادم لك أن نتعلم مزيد إلى ما تصبحون محترفين في CSS إلى اللقاء